مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم حلقة نهاية الأسبوع تحياتي لحضراتكم ونبدأ معاكم طبعا حلقة جديدة من السلسة وقبل ما أبتدي أدخل في موضوعات النهاردة حبت بس أوضح حيك أنا ناس كتير جدا كلمت أو بعتت وكلمت أنه أنا كنت قاسي جدا على منتخب مصر وأنه المنتخب أدم عروض كويسة وأنه نجح في أن يحايا الهدف أنا أبدا ما أصدتش بكلامي قصوى على المنتخب بقي شكل من الأشكال ولا على جهاز السابق كابتن حسام البدري ولا على جهاز الحالي بقيادة نسر كارلوس كيروش أنا زي زي كل الناس بقى لي عشر سنين مدور على المنتخب بقى لي عشر سنين نفسي أحس أنه منتخب مصر في المكانة ليستحقها ولأسباب كتير جدا يعني في أول عشر سنين دول كان فيه ظروف في البلد بتمر بيها ما كانتش تسمح أساسا أنه يبقى فيه اهتمام أو متابعة لكورة القدم وكان عندنا مشاكل كتيرة جدا وكان عندنا إحباطات كتيرة جدا وكان عندنا جيل لسه صغير كنا شايفين فيه في الوقت ده المستقبل وكنا شايفين جيل عظيم بيودع الملاعب لكن على مدار العشر سنين اللي فاتوا دول الحقيقة شايف أنه احنا وصلنا لمرحلة تسمح لينا أنه احنا نشوف منتخب مصر بالحجم الطبيعي أنه احنا نشوف منتخب مصر في مكانته الطبيعية ومنتخب مصر اسمه كبير قوي يعني يسيبك من تاريخه وبطولاته منتخب مصر اسم كبير جدا وشايف النجوم اللي كانوا صغيرين كبروا وشايف لعابتنا النهاردة والقماشق مش بس اللي جواهة المنتخب اللي برا المنتخب كمان تسمح أنه يبقى عندنا منتخب في منتخب القوة الحقيقة المشكلة فيه أنا مش عارف والحقيقة يمكن كلما بنقرب أكتر من تحدي كاس العالم وده يمكن يكون الحدث الأهم والأبرز لمنتخب مصر في الفترات اللي جاية آه كاس العرب شيء عظيم وبطولة أمم بأفريقيا طبعا حاجة عظيمة لكن يبقى كاس العالم هو الأهم بالنسبة لنا وخصوصا مع نضرة وصولنا لكاس العالم إحنا مش هينفع كل سنة أو كل مشاركة يبقى بعدها 30 سنة عبارة ما نشارك تاني مشاركة منتخب مصر في كاس العالم مافروض تبقى روتين تبقى حاجة طبيعية مافروض اللي يبقى بيشغلنا بعد كده هو إحنا هنعمل إيه في كاس العالم طموحنا إيه في كاس العالم لك تواعدش فكر في ده إحنا بس كل همنا إزاي نوصل وعلى كل أحوال بس أنا عشان ما طولش على حضراتكم أنا ما كانش قصدي أن أنا بالعكس أنا يمكن جزء كبير جدا من كلامي مرتبط بغيرتي على الجيل ده الجيل اللي شايفه يستحق أنه يوصل كاس العالم ويستحق أنه يرفع بطولة أفريقيا يعني أنت عايز إيه تاني عندك يعني فرقة في غات محترمة جدا من أول الشناوي وصولا لصلاح أنا ممكن أحط لك منتخبين أسماء لعيبة تعمل منتخبين يمثلوا مصر منتخبين محترمين جدا جدا لكن إحنا عندنا مشاكل كتير الحقيقة لأنه ده في النهاية ما بيترجمش في الملعب آه طبعا كيروش جيف وقت دايق جدا وظروف صعبة جدا وحقق المطلوب منه لكن نقدر نقول إنه لا يعني لسه كتير عايزين شغل كتير جدا عشان المنتخب يظهر بالشكل اللي إحنا عايزين والسؤال هنا برضو عشان اللي جاي ونبحثتين في حساباتنا هو إحنا فرصة كيروش الكاملة عشان نحكم على تجربته ونشوفه قبل مطشين مارس المهمين جدا أهم مباراتين السنة دي أو الموسم ده هما مطشين المنتخب مع مارس آين كان اسم المنتخب اللي هيواجهه وتوقع تماما إنه آين كان اسم المنتخب من التسعة اللي وصله هتكون مباراتين في منطقة الصعوبة يتعودنا كده يعني النوكوف زول ما بيبقاش فيهم يعني حزوز كتيرة للمنتخبنا يعني لكن في النهاية هل البطولتين المجمعتين دول بطولة كاس العرب الفيفا عرب كاب وبطولة أمم أفريقيا مقياس كافي أو فترة كافية أو تجربة كافية إن احنا نحكم على تجربة كارلوس كيروش مع منتخب مصر وهل إذا نجحت التجربة شيء عظيم جدا يعني إذا شفنا في بطولة أفريقيا منتخب قوي حتى لو ما حقش اللقب شفنا منتخب قوي منتخب رايح ينفس منتخب يتمتع بالروح وبالإمكانيات وبالمهارات وبالخطة وبالتكتيك وبالانضباط والانسجام كل العوامل اللي ممكن ترجح فرقة كورة طبعا هيكمل مستر كارلوس كيروش لكن هل ساعتها لقدر الله لو التجربة كانت سيئة والمشاركة في البطولتين الكبار دول ما كانوش على المستوى تقدر تفكر ساعتها إنه جهاز الفني لمنتخب مصر ممكن يبقى محل تغيير ده سؤال برضو لازم يتحط في الاعتبار والكلام للعيبة يعني كلام بعيدا عن اتحاد وبعيدا عن المستشار الفني للاتحاد وبعيدا عن كارلوس كيروش وجهازه المعاون كلام للعيبة انتوا بقيتوا النهاردة لعيبة كبار جدا يعني الولاد الصغيرين كبروا وبقوا وبقوا نجوم بيلعبوا في أحسن حتى في العالم في مصر هنا بتلعب أهلي بتلعب زمالك انت بطل انت متعود على البطولة بتلعب كل المباراة وهدفك الأساسي المكسب انت بتلعب برا عندنا تريزيجي عندنا مرموش عندنا النني عندنا حجازي عندنا محمد صلاح كلهم ما حدش يقدر يقول انهم مش لعيبة كبيرة ومؤثرة جدا في فرقها حتى لو ما بيشاركوش بالتأكيد مشاركتهم مع انداب الحجم ده مصطفى محمد وغيرهم وغيرهم يعني عندنا الحقيقة كتيبة تسمح لنا يبقى عندنا منتخب بيكشر عن أنيابه وده اللي ما شفتوش الحقيقة لا مع حسام البدري ولا مع كارلوس كيروش اتمنى ان شاء الله بإذن الله الكلام يتاخد بس بالمحمة الإيجابي وانا طبعا همي ودعمي واهتمامي وكل حاجة حلوة طبعا لمنتخب مصر واحنا عندنا حاجة أهم منتخب فيش حد يختلف على منتخب مصر للاولوية وفي الصدارة صدارة المشهد داي